حوابكم يا شباب. ربنا يمسيكم بالخير ان شاء الله. ان شاء الله الصوت واضح بس. حوابكم كل هنا شباب. كلهم من دون فرز الناس الحاضرين والناس اللاحقين والسابقين كلهم. ان شاء الله الصوت واضح بس. والله ابشد احبشي. ابشي. ابشي. ابشي تب. اه حقيقة انا هتكلب عن الازمة الخليجية. المصالح الخليجية والقمة الخليجية. والاسر عليها بترتب عليه الاسر على السودان. اه بعدانك فيه كلام عن انه اه فيه تحالف اسيوبي اريتري على الحرب على السودان. هتكلم عنها وفي الاخير هتكلم في رسالة لوزير الدين وزير الدين الصاق الدين بتعقح كذا لانه الليلة عنده تصريحات كذا انا دار اعقب عليها ان شاء الله لكن قبل ذا كله تعقيبا على اللايب بتاع امس امس طبعا اللايب انا استضفت فيه الدكتورة وفا غندور والهدف كان من الفكرة انها هي دار توصي الرسالة والهدف من الفكرة انه والله يا اخي في رسالة بتاعة ظلم وفي ناس كتار جدا ظلموا والمنبر دا او الصفحة دي عندها رسالة انها بتاعة بتوصي الصوتين يزول يعني الصفحة دي مما عملت للليلة نحن استضيفنا فيها اضياف كثيرة جدا استضيفنا فيها رجال اعمال استضيفنا فيها ناس من مختلف عملنا فيها مبادرات والحمد لله يعني الصفحة دي اثر عندها رسالة رسالة انها بتوصل صوت الاخرين يعني ونحن بنفتخر ذاته انه والله يجي زول يطلع في صفحتنا دي او يقول والله دار يقدم رسالته فهي ما محصورة لي زول الصفحة دي من باب الامام بالرأي والرأي الاخر يعني ففي ناس اميص الله يبدأ ما عيما طبعا الله بتاعدني والله يا اخي تغندور طلعات وانتو كيزان وكذا انا عشان اختصر الطريق الكلام ده قلناه زماني مساءلتي من مكوز وانا الكوزة دي الناس اتجاوزوها زماني يعني وانا بالنسبة لي شرف والله كونك تقول لي كوز شرف ما انا بس يعني الفكرة يعني انا اتكلم عن الفكرة ازا الفكرة انه كل زول بعارض قحتي هو كوز والفكرة ما شاء الله يعني دي هذا فخر ولا ندعيه يعني لكن مساءلتي انه والله يا اخي انت دار تبس عشان احنا فتحنا باب الحرية او باب انه والله نسمع الرأي انا ما عندي مشكلة في الصفحة دي لو في قحاتي دار يطلع ويعنده قضية دار يقول انا ناديه وانا استضيفه وكان دار ناديه الباسورد بتاع الصفحة زاده نخليه يطلع في الصفحة يقول قضيته ما انت قلت حرية يعني ده ما اختبار للحرية يعني ففي ناس ما عاجبون الكلام يتعامس وبدوي انا ما شغال بي زول اصلا ولا فاضي اللي زول ولا حتى لو من ذكرنا الموضوع في الصفحة لانه لا لا بس ذكرنا بس عشان دارينا نوريون حجم هنوم مجنوع يعني اه حجم هذه الشلة التي تدعي الحرية وتتكلم باسم الحرية وانه والله دارين البلد فيها حريات انا دي صفحتي اخ اجيب فيها دار اجيبه ان شاء الله اجيب فيها البشير انت ادخل لك شنو دي ما صفحتي انا صفحة دي دي يعني صفحة خاصة بي انا مكتوبة باسمي انا اسمها صفحة عبد المنعم الربيع ان شاء الله اضيف بها البشير انت ادخل لك شنو اجيب بشير اجيب غندور اجيب الان انا ده اجيبه يا مزاجي شفت بك كيفي انا ما صفحتي إني نريد ان اضيف لك شنو ايت ما اعجيبك يا اخي انا ما ادي ازول دعوة والله ما ادي ازول دعوة. وعمري ما قلته ل زول اعمل شير لها الله علمي اللي انا قاعدة ما قلته لازول اعمل شير لها WallShare الله علم. مش لان انا داير الناس يسمعون لا انه داير الناس يسمعوا وداير الرسالة تصل. لكنهم اشان ما اشان ما يجيز ولا يقول والله جلت اعمل اشير للفكرة الدي براب تمش Beyond. واما ما ينفع الناس فينكسو في الارض ضي فيسهبوا جفاءا وما ينفع الناس يمكسوا في الارض. اصلا انا ما اجد لزول قلت له والله تعال تعال خش الصفحة حق دي ولا اجد دعزه قلت له اعمل شير ولا اجد دعزه قلت له لازم تحضر اللايف ولا اجد. انا قاعد اقدم ما اراه انا انه والله بخدم قضيتي انا. انت اقتنحت بالفكرة اعمل شير وغير اخلي اسمع وغير اخلي اسمع. لكن كونك تجي تتهجم عليه انا في صفحتي انا استضيف الدار استضيفه. دي صفحتي انا اجيب غندور ذاته اجيب البشير ذاته اجيبه اداد. شفت اجيب الدار اجيبه همك. دي صفحة دي. ودي اسمع حرية الراية اللي نحنا داري. انه في ذو المظلوم عنده راي دار يقوله وطلع عبر صفحتي. هو منه انا ما عندي اشهال. الشيطان ذاته. ابليس ذاته لو قال عنده قضية دار يطرحها عبر صفحة بنقول له welcome. ابليس ذاته شيطان ذاته لو جاء قال عنده قضية دار يطرحة انا بقول له welcome. انا ما عندي شغالة بزول انا زول بطرح القضايا. كويس? وبطرح قضية. انت ما عجبك الكلام ده. انت ما عجبك الكلام ده. اعمل لي بلوك. اكفلني. ما تتابع صفحتي. بس يا اخوانا. ما تزعلوا كتير. اتو زعلانين لي? زعلانين لي? ما دي حرية. انتو ما قلت دي حرية صح? اتو ما قلت السورة قامت اشان تعزز من الحريات. نحن قاعدين نمارس الحرية. وقاعدين نضربكم. ويتو لسا ما شفتو شي. انا ما قلت لكم انتم لم تروا من الفيلي الا او زني. نحن عندنا ملفات قاعدين ندخل لي وكتا. لانه وكتا ما اجا. نحن ما بدينا تضرب. لسا ما خشينا في اللحم الحي. ده كله ده كله مناظر. انا قاعد اقول فيه دي المناظر. انتم ما شفتو شي? انا ما قلت لك ما تعمل شير. ولكن انا قلت لك الفكرة يعني. بس الفكرة. ان الزولة دار يعمل شير من تلقى نفسه يعمل شيرها. واشينا الفكرة تصل. لكن انا ما اجي بخصي بزال بقول لا يا هحمل لي شير. لا والله ما بخصي بزول ولا ده ولا ده منها جيانا. اذا الله يفضل سمعة مئة نفر سمعة مئة نفر الف نفر مئة نفر مش سمعة بطوعي ارادة واختنعيني دي الفكرة. ده ده الرسالة انا دار اوصلها. هادي ده الهدف. من الكلام ده. الصفحة دي استضافت ناس كتار جدا. حلت اشكاليات بتاعت ناس كتار جدا. نحن حلينا اشكاليات وفي حاجات ما قلناها ليه هسير? والله ما قلناها. لو دارين نجي نقولها كده نشان ما قلناها اصلا. ليه? لانه ده الرسالة حقتنا نحن. ما قحاتة. والله انا حلفت بالله. انا ويت والله الزمن طويل. انا وراكم بس. لحد يا انتو بطلتو يا نحن بطلنا. يا انتو بطلتو يا نحن بطلنا. ونحن ما بنبطل. لانه نحن عندنا رسالة قاعدين اديها. اللي هي كشف الحاج. عشان نضربكم انتو بس. لانه يدتو ناس بجم. ولانه يدتو ناس اصلا لا عندكم علاقة. لا بقيم الشعب السوداني ولا بقيم علاقة. ولا عندكم اي ما بتميتوا للشعب السوداني بيصيلها. دي رسالتنا نحن. وما في زول يعني هتعمل شون? هتعمل شون يعني? هتهكر الصفحة? ما تهكرة يعني. بكرة هنجيب صفحة ثانية. بكرة هنعمل صفحة ثانية يعني. مشكلة شنو يعني? المشكلة ان اقدرت اهكرة? هكرة يعني. المشكلة ان اقدرت اشتغل تشويش ضدنا نحن? قول انا اختزرت لك الطريق ده من اول يوم. قلت لك انا كوس. وبتشرف اني كوس. خلاص يا. الكوزن الفكر دي ما انت ما بتفهم. انا ما فسيره لك. لكن ما دام ما انت دار دار تصفني انا بفكري لانه انا بحمل فكر. خلاص دار توصفني انا كوزو بتشرف بيني كوزن. ما تسمعني بس ويختصر المفيد. عشان نختصر الطريق ونختصر. والرسالة ستمضي. والصفحة دي ستكون مفتوحة لكل الناس. اي زول عنده قضية دار يطلع عبر الصفحة دي. صفحاتنا دي مفتوحة تحت اي لاحظة. اي زول دار يتظلم دار يتشتك عندك كلام دار تقول فينا نحن زعتنا الصفحة دي مفتوحة يعني. ستعبر عن اراء الجميع. وستكون مفتوحة لكل الناس. دي الرسالة بالحباب الموصينا للناس. فيما يلي المبادرة الخليجية او الازمة الخليجية لانه عندها اسر علينا ان نحن في السودان. نحن ذاتنا اتكلم عنها بجوانب بافصاح كذا ليه? لانه عندها اسر. لانه في ناس بيسألوا بقول والله المصالحة الخليجية دي. اذا تمت الان تصالحة السعودية وال وقطر نحن نستفيد شنو? هي سبب الازمة ذاتها شنو? سبب الازمة الخليجية دي كلها قائمة كلها قائمة قامت جوهرة جوهرة كذا قائم. السبب الاساسي فيها قائم انه هي ضد التحول الحصل في المنطقة. ضد التحول بتاع السورات الربيع العربي الحصل في المنطقة. انه في دول بتفتكر انه آآ قطر او قناة الجزيرة تحديدا. الاعلام الحر اللي هو الاعلام متاع الجزيرة ده. الاطلق العنان للشعوب ونقل سورات الربيع العربي في مصر في تونس في غيره وفي غيره. البرامي زاتها اللي بتطلق من قناة الجزيرة خلقت مستوى من الوعي اللي هي ساهم في صناعة سورات الربيع العربي. اصلا دلو بالقضية يعني. ده الجوهرة الاساسي اللي قامت من اجله الازمة الخليجية. الازمة الخليجية قامت عن موقف قطر اللي بتفتكر الدول الاخرى في في الخليج هو داعم لسورات الربيع العربي وداعم لحق الشعوب في التحرم. ولذلك الازمة تطورت. لكن الازمة دي عشان تمشي لدي الدام كانت محتاجة لسنة خارجي اللي هي جات ترامب انتخب في عشرين الفين و سوعة عشر رئيس للولايات الامريكية المتحدة. يوم خمسة ستة قطعت او هذه الدول الاربعة اللي هي السعودية البحرين والامارات بالاضافة لمصر اللي هي خارج منظومة اه دول الخليج او دول التعاون الخليج. لكن مصر طبعا بعدين برضو متكلم في ساعة انها هي التولة الكبر. ديل في يوم عشرين ستة بعد اربع شهور من تولي ترامب للرئاسة قطعت علاقتها مع مع قطر وفرضت حصار على قطر. اتبنى الحصار على قطر على ثلاثة اشياء اساسية. واحد دعم الاخوان المسلمين او دعم الارهاب سوما هم الارهاب. وطبعا دي الان بيحاولي السلولة داخل البلد جوه السودان. انه يتكلم عن قضية الارهاب. انا بعدين من ايجي اتكلم في الكلام عن وزير الدين. القادة دي دي ناج بيشرحها ان شاء الله في النقطة دي. لكن قضيتهم اشان يبنوها ويجيروها. واشان يتم ضربة تحول الديموقراطي في المنطقة اقدر ابو الاخوان قالوا ده الارهابيين. خلاص بدل اعلام يشتغل انه دي الارهابيين وانه الاخوان المسلمين بتاع انتفجيرات وكذا. مع انه دي ما غلطية ساكدة يعني. لانه الاخوان ما اقتصبوا السلطة ولا جوه بالدبابة ولا ساقوا الناس بالشوارع وقالوا والله نعمل وسيغة دستورية ولا كذا الاخوان دي ساقوا ومشوا. عملوا اخطاء جسيمة جدا. اي ما فيها مشكلة. لكن جوه بالصندوق بتاع الانتخابات. يعني الشارع ده لأول مرة في مصر تصل نسبة التصويت تمانين في المية يعني. طلعوا وصوتوا وشاركوا. لكن هم عشان يضربوا السورات دي. قالوا لا لا دا الارهاب. زي ما حصل في سوريا. زي ما حصل بعدهاك في ليبيا. المهم مروا انه دا الارهاب وغير وغير. فقامت الفكرة بتاعت انه الجزيرة او انه قطر تدعم الارهاب. دي واحدة واحدة من الاشياء. واحدة من القضايا التانية الجابوها اللي هي قضية ايران. وليه خشت ايران? لانه برضو ترامب لما استلم طوالي القى الاتفاق النووي بتاع ايران وامريكا والاتحاد الاوروبي وكذا. جوهر الازمة دي كلها. وده الكلام الزمان نحن وانجينا اتكلمنا في قضية الانتخابات الامريكية. لما نحن كنا بندعم انه والله لازم يسقط ترامب. ولازم يفوز بايدين او يجد ديمغراطين. لانه كلما يفتكر انه سقوط ترامب سيعجل بسقوط المشروع. خلاص سقطت الان المشروع سقط يا اخوان. الان الهيمنة بتاعت ابو ظبي والهيمنة بتاعت الرياض. ودي فيها. دي فيها خير كبير جدا لنا نحن طبعا. لذا نحن في السودان استوعبنا هذه الرسالة وخرجنا من عباءة المحاور. لانه نحن الثورة حقتنا ضيعتها المحاور. نحن الالتفاف بتاعت الدولة حقتنا او التفاف قحت او شراء الامارات لبعض الزمم وبعض الرؤوس. هو الضيعة السورة السودانية. ولذلك لما انجت ترامب وجات قضية الاتفاق النووي ولقوا الاتفاق النووي كده. ترامب ادى القوة ادى الضوء الاخضر. هو الادى الضوء الاخضر لدول الخلية. هو الادى الضوء الاخضر للامارات. ادى الضوء الاخضر للسعودية. جات حرب يمن. جات الاشكالية. جات حيات كثيرة جدا. هي حيات كثيرة جدا خشت في النص. لكن جوهرة قايم وين? جوهارة قائم انه والله هما محمد بن زايد ومحمد بن سلمان بيشتكروا انه والله ترامب وقف في صفهم. اه مقابل انه هما دفعوا اموال طايلة جدا لامريكا. عملوا صفقات بتاع السلاح. فاقت الخمسمائة مليار دولار وكذا. المهم ادى ادى اهنا الضوء الاخضر. القى الاتفاق النووي الايراني. اصبح ترامب بزاته سياسته الخارجية في الشرق الاوسط. وكذا ما مهتم بها كثير. اصبح ما مهتم بالترك المنطقة كلها او امر المنطقة كله او السياسة الامريكية بالعموم في الشرق الاوسط. اصبحت تتماهى ما تريده الرياض وما تريده ابو ظبي. اصبح دل دي السياسة العامة. فترامب بيادى الجماعة دي للضوء الاخضر. افعلوا ما تشاء. ولذلك نحنا زواننا وانجينا قلنا يسقط ترامب. لابد ينين نيسهب ترامب. لانه نحنا بنفتكر انه الديمقراطيين ما ما كويسين معانا. نحنا عبر التاريخ السياسي بتاعنا السودان. الديمقراطيين ديل فرضوا علينا عقوبات عملوا فينا وضعونا في لسة الاراضي. ده كله نحنا عارفينه. لكن انت تستطيع اثبتت التجارب انه الحوار مع الديمقراطيين بدي نتائج. يعني بروفغان دور لما بدأ قضية الحوار مع الامريكان. بداها بموقف بالمناسبة. ودان احنا بنسكنه للتاريخ بس. عشان هذا نسكنه للتاريخ. انه لمن هو كان وزير خارية. جا مساعد وزير الخارية الامريكي للخرطوم. وطلب انه يلاقي وزير الخارية السوداني. غندور وقتها رفض انه يلاقي. قال لي وانا يا اخي اعتزر وقال له والله يا اخي انا برتكوليا ما بقدر الاقيكو كده. لان كده اقل المهم حصلت قضية هنا بيعرفوها الناس الشغالين في الشام. الموقف ده ذاته الامريكان اكبروه في 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 غندور. لانه الامريكان محتاج ينزل قوي. محتاج ينزل عنده مواقف يعني. او محتاج ينزل عنده فهم. فدي البعد داك خلت اوباما يدعو غندور للبيت الابيض. والتغبيو في البيت الابيض. كويس. اذا الناس اللي بيجو قللك لا والله يا اخي اه ترامبي ده نحنا حمدوك اول زول مشال والمتحدة وخشة. ده كان طبعا كلام ساقط. ده كلام بتاع سوقي ما عنده ما عنده اي كلام. لكن مشى بعد دا غندور. لقى اوباما. المهم اتفتح الملف بتاع الحوار وغضية البعد داك مشت. فنحنا نبتكر ان وجود الديمقراطيين الان. اذا في حكومة رشيدة. اذا في وزارة خارجية حقيقية. عندها 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 رؤى. وعندها افكار ممكن تتحاور مع الامريكان. في اطار الحوار. النيدي. لانه انت لازم تعرف سياسة الامريكان. انه الامريكان بيحاوروك اشان ما يدوك. الامريكان دايما بتعاملوا مع الزول حسب منطقه هو وحسب قوته هو. ولذلك نحنا عملنا اختراقات في المسارات الخمسة. اللي مشينا فيها وكنا مشين انه يتيم رفع السودان من قائمة الدول رائعة للارهاب ولا يدخلونا في جاسة ولا كنا دفعنا قرش ولا عملنا اي اشي. الكلام ده موجود طبعا. في ناس بيحاولوا يغيروا الحقايق دي. جلقى هاته ديل مش بالمبدأ بتعليم بطح ندفع 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 دفعه ثم دفعه ثم دفعه وفي النهاية اخرجونا من قائمة الارهاب. لكن ظل السودان قاعد تحت قائمة جاسة. الان نحنا تحت طائلة جاسة يعني. انه القضايا الرفعة في المحاكمة الامريكية ضد احداث حداشر من سبتمبر. ضد حداشر سبتمبر السودان الان متهم فيها ودي ما ادونا فيها حصانة سيادية. ودي دي وده اللب القصيد طبعا. دي واحدة من الاشكاليات طبعا. لكن هم عملوها لانهما مشوا بالطريقة الاكسر. ما فيهم نفسيات الامريكا. المهم المشد بما فيها. المهم بيفهمهم. ادارين القحاتة. النتائجة ما جابت الشيء المرجوع. واحنا دفعنا قروش عملنا غيره. واستنى احنا الان في اعترفنا بجرائم احنا ما مفروض نعتربها. ده كله حصل. فوجود الديمغراطيين ازا توجدت وزارة خارجية حقيقية. ازا جات حكومة عاقلة. تستطيع انها تدير حوار. لانه اول حاجة لازم المحور بتاع الشرد ينكسر. اللي هو المحور بتاع العمارات السعودية. المحور ده بنى فلسفت كلها. على محاربة الارهاب. بنى فلسفت كلها على شيطنة قطر. والليلة رفع الحصار من قطر. ولم تستجيب قطر لأي شرط من الشرط. هما كان عندهم تلتاشر شرط. من ضمنها اللي هي اه قطع العلاقات التركية او او تخفيف العلاقات التركية. سحب القاعدة التركية في في قطر. اقلاق قناة الجزيرة وفورا تخفيف العلاقات مع ايران. مع انه لو ما شايت قريت كده. العلاقة بين السعودية وايران او ايران والامارات بتلقي انه دل بتكلها مساكت. يعني الاستثمارات الايماراتية الايرانية في الفين وحداشر بلغت اكتر من تلاتة وعشرين مليار دولار. يعني لو جيت جسد حجم الاستثمار بين الامارات وبين ايران اللي هما جابوها طبعا سبا او جابوها كشرط اساسي انه والله عشان قطر تعود الى حضن الخليج. يجب انها تقطع علاقاتها مع ايران. لحد يالفين وستلاشر حجم الاستثمارات بعد ذلك نتيجة لل للعقوبات وغيره. نزلت لكن ما ما نزلت اقل من خمستاشر مليار دولار. لكن دي كله هما جابوها لشنو? هما جابوها لانه كان الهدف الاساسي عندهن انه قطر تقيف عن دعم السورات بتاعت الربيع العربي. ده ده الهدف الاساسي. ولزلك ناسنا في الخرطوم اول ما جوا لانه كانوا ممليين من الامارات ولانه كانوا جايين بشروط الليلة هسه. وزيرة الخارجية وزيرة المالية القطري وزيرة المالية القطري الليلة في مصر طبعا. عشان انا اوريك هي 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 السياسة الخارجية او السياسات دي ما بتقوم علي عداء مطلق ولا علي مصالحة مطلقة. لكن بتقوم على حاجة اسمها المصالح. عدو اليوم عادي بكرة يقى صديقك. والصديقة اليوم عادي بكرة يقى عدوك. لكن انت بتبني سياستك وفقا لمصالحك انت. الليلة وزيرة المالية القطري اول ما تم توقيع الاتفاق في الدوحة اكسود في مدينة العلا في في المملكة العربية السعودية. ركب طيارته وجه نزل في 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 القاهرة والاعلامة المصرية افتح شوفا الاعلامة المصرية بقوش. طبعا لانه دي واحدة من ازماتنا نحن. وهو ده اعلام بتاع حكومة. اعلام مسيس. الاعلامة المصرية كان امس يا سبب اه قطر. حسنا الان بدأ يقول لك والله ياهي. الاخوانة الاشقاء. والاعلام بدأ يتحدث عن العناق الحار جدا بين محمد اه بن سلمان وامير قطر. العناق. العناق دي طبعا كلمة اتنى ما تقول لي فلان عانق فلان. العناق ها دي. يعني حتى ما كان السلام العناق ده. اللي جات الان اتلمت عنه الفضائيات انه تم عناق بين محمد بن سلمان وامير قطر. ووزير المالية القطر يطير من 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 السعودية. وطوالي ينزل في في مصر ويمشي افتتح فندق استثمار لي قطر. ده بيوريك انه الان التغيير الحصل في البيت الابيض. طبعا التغيير الحصل. ما الان خلاص ترام بماشي. يوم عشرين اتنين ترامب هيصلي بالسلطة. هيجي بايدن. السياسة الخارجية بتاعت بايدن تختلف عن سياسة ترامب. وبايدن عنده قضيتين مع السعودية. اللي هي قضية حقوق الانسان. ديها يضغط فيها سعودية ضغط تقيل جدا. وقضية حقوق الانسان هتمتد البنات المحتغلات ما بعرف نسلوجين وهديل وغير 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 وغيره. وهتمتد طوالي هتمشي وين? هتمشي تركيا. هتمشي تركيا. جريمة قتل خاشوقي. لانها عندها قضية مسكاها المنظمات. مسكاها كده. دي قضية طبعا هزت الرأي العام. لكن ترامب لانه زل عنده مصالح مادية مع السعودية. وكده بيكون قبض فيها طبعا. قبض فيها كم مليار وسكت خلايا يعني. فالان في القضايا دي ترق تؤرق الرياض. ولذلك الليلة السعودية هي استجابة اول دولة الان. فتحت الاجواء. فتحت المعبر. اللي هو اسمه معبر اسمه معبر اي اسمه معبر سام واللعنين معبر بين السعودية وقطر. الليلة تم فتحه. تم فتح الاجواء. لكن في دول ما فتحت. استيل ما فتحت. اللي هي دولة الامارات. ولذلك الامارات نما مشت القمة ما مشى امير الامارات طبعا. ما مشى اللي هو الشيخ اه اللي هو بيسموه منه مشى محمد بن راشد المكتوم. اللي هو نائب رئيس الدولة. لكن ما مشى محمد اه محمد بن زايد او اخوه الامير ما مشى محمد بن راشد المكتوم طبعا تمثيل اقل البحرين ايضا ما مشى الملك مشى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سلطنة عمان ايضا ما مشى رئيس الوزراء عمان موقفة كويس لكن السعودية اقصد مصر ما رفعت الحصار البحرين ما رفعت الحصار الامارات ما رفعت الحصار لكن الامريكان طلعوا قالوا اذا اذا الليلة خلاص الدول استجابت المقابل انه قطر ما هتتنازل عن شروطها لكن قطر تجمد هما قالوا قطر تجمد دعاويها الرفعتها ايوة مع برسل والله يزي خير انه قطر تجمد الدعاوي الرفعتها الان قطر رفعت دعاوي دول مجلس اللي هي الدول الحصار دي لانه تضررت في المقابل انه قطر تسكت عندي والعلاقات تعود كما كانت الان بدت بالسعودية لانه السعودية شوفوا شوفوا السعودية لانه هي المزنوقة لانه محمد بن سلمان اقصد محمد بن زايد ورط محمد بن سلمان في الاول حاجة ورطوا في حرب اليمن الان حرب اليمن دي ترتقي لمستوى انها تكون جرائم حرب وبايدين يتكلم عنها انه لما نيجي يقعد حرب اليمن كانت بالنسبة لترامب حرب بتاعت استنزاف استنزاف منها السعودية هو لما نيجي يقعد السعودية مضطرة ولذلك الان السعودية تبحث عن مخرج للحرب في اليمن لانه من دخلت الحرب في اليمن كانت تتوقع انها ستحسم المعركة في ساعات زي ما قال محمد بن سلمان سنخش وسنتسح ونمسح خشة لا قدر يمسحها وللأسف بيقاتل بجنودنا نحيا للأسف الآن الدرجة الآن قاعدة بين اليمن والسعودية اللي بيموت فيها وما ابنها الشعب السوداني وكذا للأسف يعني انا اقولها للأسف عجز انه يحسم حرب اليمن اللي صالحه دي واحد الاثنين فيها انتهاكات فضيعة جدا الامارات السعودية شغالة حرب في اليمن وهي استولت على الموالي ليه لانه محمد بن سلمان جابه محمد بن زايد باحتباره تلميذ والوفي وانا ها دخلك كوشنار وها وديك لترامب وهتبقى الملك ما في فرد ولا وطاعة ما فرد ولا وطاعة عشان هو يبقى ملك وعشان يتجاوز لانه شغالوا له محمد بن نايف وشغالوا له ومنه رغاب كثيرة جدا سحبت عشان يجي محمد بن سلمان عشان يبقى هو ولي عهد المملكة العربية السعودية الكلام ده كله بترتيب بينه و بن زايد والامريكان دفعوا قروش طائلة جدا الآن السعودية للأسف تدخل في أزمة لا قادر تحقق البرنامج بتاع مشروع ما بعرف مشروع الفين وثلاثين لا قادرين يحققوه لا قادرين الأزمة الاقتصادية الطاحنة قضية البترول خشت جاءت قضية كورونا عملت لوني شكاليات كبيرة جدا السعودية ما قادر يتحقق وتورطت في حرب في اليمن الآن ستلاحق المنظمات وكذا لأننا زي ما قلت الديمقراطيين في قضية حقوق الإنسان أكثر أكثر جدية من الجمهوريين بايدن كرئيس لأمريكا ما بينظر كما ينظر ترامب المصالح المادية وكذا أي عندنا المصالح المادية لكن بيغلفوها شيئا ما يعني ما زي ترامب ترامب إذا ما بيجيك زول عادي زوس بتعسوك تديني كده مليار أنا أعمل لك كده ما تديني كده مادية السعودية تورطت في حرب اليمن الآن السعودية حسب ما هي تريد إنه أمريكا مفروض في فدرة ترامب كان يعمل حربي على إيران ده حسب المخططة الكام ماشي إنه السعودية نما اندفعت قروش لترامب واحدا إلا دايرانه إنه الله يمشي يكتسح الإيران ويدمر إيران ويسحب السلاح النووي وكذا وبدو القضية دي بقضية إنه عدم الاحتراب بالاتفاق النووي وسحبوا ترامبي وكذا رغم إنه عمل إشكاليات الآن أمريكا ما حاربت ترامبي أخذ مليارات 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 وإيران لم تحارب وبالعكس أنا قلتك كلامنا قبل كذا إيران من مصلحة أمريكا أن تظل إيران موجودة في المنطقة كان ديمقراطيين كان جمهوريين كان غير مما صحة إيران تكون قاعدة لأن إيران دي ستظل هي البوابة بتاعت الاستنزاف زي ما كان صدام حسين بوابة بتاعت استنزاف زي ما جاء داعش بوابة بتاعت استنزاف زي ما قبلها كانت القاعدة بوابة بتاعت استنزاف زي ما الإرهاب بوابة بتاعت استنزاف وجود إيران في المنطقة لأنه تماما كنت يتكلمني عن إيران تقول لي عدو وتطالب قطر إنها تغتع علاقاتها مع إيران ويتقي استثماراتك أكتر من ثلاثة وحشرين مليار دولار الإمارات تستثمر أكتر من ثلاثة وعشرين مليار دولار في إيران لكن جاءت الأزمة بتاعت الحصار على إيران وغيره اتخفضت لي خمستاشر مليار دولار فهي تماما ممكن إنت أكبر مستثمر عند الآن إيران تستثمر في في أبو ظبي عند أربع جامعات في أبو ظبي نسبة الإيرانيين الآن في أبو ظبي تجاوزت نصف مليون بين أربعمية وألف لخمسمائة ألف وتجي الطالبني تقول لي لا والله إن إحنا نريد من أن تكتع علاقاتها وما غيره السعودية الآن في إشكالية السعودية الآن دارة ترتب بيتها الداخلي واحد عندها أزمة اقتصادية عالمية عندها أزمة بتاعت حقوق إنسان وجود ترامبي الآن في المجد غياب ترامبي في المشهد دستدعي أن السعودية تمشي على عجل وتبدب المصالحة لأنه قطر لم ما تضررت شيء ما أشوفها نحي دا أنا أوريكم تعلموا الدرس تعلموا الدرس قطر الدولة الصغيرة جدا الدولة اللي هما من أعلنوا الحصار عليها كانوا ماشين يتاحوها كان يتياح طبعا لأنه دالين يستغلوا أموالها مواردها هنبة عديل كده تحت زريعة إنه قطر تدعم الإرهاب وقناة الجزيرة وغيره وصوت الشعوب وكده طبعا قطر دي أخوان الناس يختلفوا يتفقوا وجهتها إسلامية لكن تظل دولة داعمة داعمة للتغيير في المنطقة دولة ما بتتدخل يعني قطر دي ما بتتدخل كده تدخل مباشر أي عندها مصالح ترعي مصالحها الآن في ليبيا موقف قطر واضح جدا هي ما وقفة مع عفتر لكن وقفة مع حق الشعوب في التغيير أنا بفتكر إنه الجزيرة دي عملت شغل كبير جدا في قضية الوعي ناس عزمي بشارة الآن شانين عليهم هجوم ناس عبدالهاب الأفندي النازل عملوا شغل كبير جدا في قضية الوعي في قضية إنه الشعوب تستغل بقرارة أي قطر ما دولة ديمقراطية؟ ما دولة ديمقراطية؟ لكن أنا ما بهمني قطر دولة ديمقراطية ولا ما ديمقراطية؟ أنا اللي بهمني إنه قطر هل بتدعم الخط بتاع التحول ولا ما بتدعم خط التحول؟ إذا كانت قطر بتدعم خط التحول أنا أحصل لي قطر لأنه السعودية والإمارات ما قاعدت تدعم خط التحول عندنا نحنا الإمارات الآن ما بتدعم خط التحول عندنا أتدمر المينح بور سودان؟ منه؟ أتدمر السورة السودانية؟ هذا سؤال أنت ما سأل نفسك منه تدمر السورة السودانية. ليه السورة السودانية ما عبرت الليلة؟ ليه؟ ليه ما دعمت؟ مثلا مصر دعمت بسبعين مليار دولار. مع ان مصر الان تتولى كبر الازمة في السعودية في قطر. ليه؟ لانه مهمة الاساسية انه ما دائر الناس ما دائر الاعلام. شوف النادي الماشين يسقطوا الدولة كاملة عشان قناة. هؤلاء اعلام ده حار طبعا. كلمة الحدي حارة. اللايف حار. اما هي تكون عندك ممبر بتتكلم عن الحقائق موجعة. مصر كل اشكاليتها مع الجزيرة. كل اشكاليتها مع قطر ان الجزيرة بتتكلم انه والله السيسي ديكتاتور. ومختصب للسلطة. وكتل اكتر من 3000 نفر. ولا يمثل الديمقراطية ولا يعبر عن الديمقراطية ولا يعبر عن تطلعات الشعب ولا يعبر عن امان الشعب. لكن الان الهجم كلها لانه اقلقوا هذا الصوت. هم مادة التحول في ليبيا دعمت التحول في مصر لكن التحول ما انتجته قطع? يعني الليلة التحول الجابة الاسلاميين في الدول ليه ما يجابته قطر بالقوة. دي ارادة الشعوب يا اخوانه. ولذلك نحن نجينا وقولنا انه الديمقراطية دي ما buyسمح لها. الديمقراطية لن يسمح لها. منطقة الشرق الاوسط دي. لن يسمح فيها بالتحول الديمقراطية ولن يسمح فيها الديمقراطية. لان الديمقراطية بتجيب الاسلاميين. لانه هم صوت الوعي. هم الصوت الوعي. هم الناس اللي يملكوا مشروع. ما الليلة الناخ في مصر. لما مش صوت للاخوان. خليك من مرسد. لانه حصل خلاف حوله. حتى البرلمان. حتى البرلمان. جابوه اخوان وسلفين. ليه? لانه لانه ده دي لانه دي الامة دي كده يعني. خلاص الامة دي المنطقة بتاع الشرق الاوسط دي جزورة واصولة وكده ما وتيحت لها الديمقراطية وكده ما وتيح للشعوب انها تمشي لصناديق الانتخابات. ما بتقبل زول. الا زول يحافظ على هويتها. زول يحافظ على قيمها. زول يحافظ يقدم مشروع يحقق طموحاتها. حصل في مصر. حصل في تونس. حصل في ليبيا. دي كلا جابت منه? جابت الاسلاميين. لكن هم ضدا الامة ة يقول لك والله الاسلام يرهابيين. يا خلال الاسلامية يرهابيين? لكده ال�ざت يلقون لي الاسلامية بل الإرهابيين كيف يعني يعني الاسلامين دي لاشجلوا سلاحهم يفجروا مسوال قحيين يفجروا? يعني هسا الارهابيين الارهاب المورس ضد الاخوان المسلمين في مصر ما الليلة، من عبدالناصر وتعال معربة السادات وتعال مار ربي حسن مبارك وتعال مار ربي ديك كلهم. يحتوا يرهب. لكن الان لان هما ما دارين تطلعات الشعوب. الان في السودان ما بيتكلموا عن ديمقراطية ما بيتكلموا عن انتخابات. تغير المناهج تغير اي حاية. لا ما في انتخابات. ليه? لانه الشعب ما هو واعي. لو ما تجي تقول لنا الديمقراطية بيقول لك لا والله الشعب الشعب ما هو واعي. الشعب في مصر ما هو واعي. ليه الشعب في ماんとخب ليبرانيين. ما انتخب الى اليسارين. الشعبي في مصر ما هوعي لانه جاب الاسلامين. مادي الديمغراطية اخوانا. مادي الديمغراطية. الديمغراطية مش ارادة الشعوب? الديمغراطية مش ان الشعوب يمشي صندوق الانتخابات ويخدوا صوتهم. اس يا بكرة تقوم انتخابات في السودان. سارك صحه ليك. والله يкусح. بكرة تقوم انتخابات حرة في السودان دي. لن يفوس فيها الا التيار. الاسلامي. بكل مكوناته. سلفيين عنصار سنة اخوان مسلمين حركة اسلامية. ديل هم اللي هيفوزوا. لكن اصل لا هيفوز بحسي ولا هيفوز ناصري ولا هيفوز شواعي ولا هيفوز جمهوري ديل ما يزول فيهم بيفوز. لعنو ديل ما هنو مشروع. ديل لو جيه سألته قلت له يا اخي نحن بكرة داينا مش انتخابات. كده ادينا مشروعك شنو? يا اخي ادينا مشروعك شنو? ادينا رويتك الاقتصادية شنو? هس يتعجبك شوية. قلنوا رويتك اقتصادية شنو? اقتصادية. كده اديونا قلنوا رويتك الاجتماعية شنو? الروية الاجتماعية لتطوير المجتمع ذاته اجتماعيا وثقافيا شنو? محلو روية. محلو روية. انا ما بتكلم ساكد. هيتوا عملوا انتخابات بس. احلامي. نحن نفاز دين. ده ما ده ما كلام. ده ما بقيم انا. ده ما بقيم انا. ايه التعسي جاري من ايه التعسي خايف من الانتخابات مالك? مسؤال. ايه التعسي بتقلبه? الاسلاميين? والاسلاميين ديال والله فازدين? والاسلاميين ديال والله? والاسلاميين? عمشوا انتخابات? عمشوا انتخابات عشان نوريكم هالبلد? احرسوا صنادق الانتخابات براكم. وشكلوا لاجنة الانتخابات براكم. وعملوا مفوضية للانتخابات براكم. وتعالوا شوفوا البل عشان نوريكم هالبل كام. عبر التاريخ التحول داخل السودان ما حصلت فترة ديمقراطية فترة انتغالية كانت عشرة سنة ديل قالوا دارينا اول حاجة عملها سنتين هسه مش عملها ستة سنة تاني ادوا اربعة سنة تاني بكرة هيجي يقول لك لا الفترة الانتغالية دي دارينا عشرة سنة وهما لو سألتهم دارينا فور ايفا فور ايفا يقعد يغيروا المناهج يغيروا الدستور اول ما تجي تقول لنا يقول لك لا انتو تجار دين نحن وش تجار دين نحن وش تجار دين اراحة الشارع اراحة الصندوق اراحة الصندوق خلي الفات داك هسي والله يا قحات انا اقول لكم بحليفته هسي يا القحاتة نمشي معكم صندوق الانتخابات زوان حسين خوجي اللي كان يقول لكم والله اتنين في المئة ولا اتنين في المئة زوان بيتكلم عن الديمقراطية لما تجي تقول له الديمقراطية صندوق الانتخابات يقول لك لا الكازان بيزور الانتخابات بالله تقول له صندوق الديمقراطية يقول لك الشعب تقول لا 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 يقول لك الشعب ما واعي الشعب الكازان غشنه готов ليك الت Range انا بس اسألكم بس ورمونا الديمقراطية اشنا? الديمقراطية انك تستو على اصوات الشعوب. الديمقراطية انك تجيب ناس مستوردين من بره معلبي تعليب. جايبينه من امريكا وجايبينه من اوروبا دارين يقعدوا. يفصل للناس الدين ودارين يفصل للناس الدستور ودارين يفصل للناس القيم والاخلاق والاعراف. دي الديمقراطية? هس في امريكا بيكتب الدستور ذو الواحد? سؤال يعني هس الدستور الامريكا ده لو مسلا بكرة دارين يعدلو بتجي نخبفة وقوية تقول نحن دارين نعدل الدستور? ولا بيسترحوا ليستفتاء للشعب وعنده طرق وعنده شروط وعنده اسئلة ولاية دار تغيير القانون. القانون ده بتغير كيف? مش بيجي ممثلين الشعب وبيجي البرلمان بتاع الولاية بيقعد وبيجيز القانون. ايه دار تغير مصير امة. ودار تغير منهج بتاع امة. ودار تضع اسس بتاع الدولة. دار تعملها براك? دار تعملها بدون انتخابات? دار تعملها بدون انتخابات? دار تعملها بدون استفتاء الشعب? ما دي ما لا لا ان الشعب مهوز دينيا. ما هسه كده سؤال. هسه الشعب اذا لو دار اصوت لا يقحت. يصوت لا علشنا. بس انا بسهلكم يعني. هسه نقول ان الشعب السوداني بكرة قرر انه دار يصوت لكم كده يقحت يصوت لكم علشنا. رؤيتكم الاقتصادية شنو? رؤيتكم السقافية شنو? رؤيتكم للدستور شنو? رؤيتكم لمؤسسات الحكم شنو? مستويات الحكم عندكم شنو? الاختصاد فهم كله شنو? السياسة فهمها كلها شنو? العلاقات الخارجية فهمها كلها شنو? مصالح السودان الداخلية والخارجية فهمها كلها شنو؟ ما انت ما عندك رؤية بدليل انك قاعس سنتين للليلة. ما عارف ذات الدولة ذاته بدورها كيف? بيعملها كيف? بيسوها كيف? طبعا دي كلها. فزاعت انه والله يا اخي. الشعوب وقضية الارهاب ويربطوها ليت بقضية الارهاب وغيره. لكن الدرس المستفاة انه قطر خرجت من الازمة. دولة صغيرة. الان اقتصادية نمت. اتوا عارفين الحصار بتاع قطر ده الان? قطر كانت تحتمد على الالبان وتحتمد على المنتجات. وكل الحيات دي كان بيجيان من دول الخليج. الان قطر عبرها. عملت مصانعها الخاصة وعملت شركاتها الخاصة والاقتصاد بتاعها تطور. والدهر. الان قطر خرجت من الازمة دي وهي اكثر قوة. يعني داخليا. المجتمع بتاع الداخلي. انت ماسك. ما هو انت دايما لما تكون انت 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 ذاتك. تستطيع انك تبني ذاتك. اذا انت عندك ايمان. اذا انت عندك عزيمة. اذا انت عندك ثقة بالنفس. اذا انت عندك ثقة بنفسك. عندك ثقة بمقدراتك. عندك ايمان انك انت بتستطيع انك تبني بلدك. في ظل الحصار الان قطر عبرت. يعني الان مفروض قطر دي اقل لا تطلع اقتصادية منهكة. تطلع مفلسة. جات عليها كورونا وجعلها حصار. وبقت المنتجات تمشي الطيران القطر يليف بهناك وبيتفع زيادة التكاليف. كل البحر يمشي يليفه بهناك. لكن بعد ذا. بعد ذا الان امشي شوف امشي شوف 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 النموة الحصل في الاقتصاد القطر يشنو. دولة حسرت من يوم خمسة ستة الفين وسبعتاشر الليلة فكوا عنها الحصار ولا واحد من الشروط ما نفزتها. انت الليلة فرضين عليك اربع سبع واربعين شرط. الامريكان فرضين عليك سبع واربعين شرط. الان ركعت الشعب وجوحت الشعب. وطلعت زي ما بقول ابو اهل الشعب زيادة طلعت زيته. لكن الاودبوت شو? ماذا نموذج انا بديك النموذج ده? النموذج ده ما حسرته امريكا ولا حسرته اسرائيل. حسروا الاشقاء. حسروا الاشقاء. يعني قطر دي معبر عشان تبور ما فيه. قفوا لون السعودية قفوا لون البحرين ما فيه. معبر زيته عشان يبوروا ما فيه. قاعدوا قالوا لا نحنا والله ضعاف. قالوا لا فاته شنو? البدائل شنو? انت زاتك الليلة كدولة? حرك شعبك. حرك انتاجك. انت تملك من الارض ومن المساحات ومن الشعب ومن العزيمة ومن الايمان ومن القوة ما انك تستطيع انك تفعل فانك اي حاجة. تزرع برسيم ساكت. تزرع برسيم وتصدر برسيم تجيب دولار. اقتصاد السودان يتبني برسيم بس. برسيم با. محتاج منك لا يحاجة مداك النيل جاري جنبك. لكن لانه ما عندك عزيمة. الان قطر خرجت من الازمة الخليجية. ولانه شاء تقدر الله سبحانه وتعالى انه يجي حاكم جديد للبيض الابيض تغيرت السياسات. خلاصة الكلامة. سنمشي للنقطة الاخيرة. انه التغيير الحصل في امريكا ذات تغيير ايابي. نحن بدينا مساحة الان. الان السعودية مشغولة بنفسها. الان الامارات مشغولة بنفسها. عندها ازمة مالية. الازمة المالية دي الان ضربت الامارات. كل التجارير بتقول انه الامارات محتاجة لانه زاتة الان تهتم تكتفث في داخلها. نحن محتاجين انه التغيير الحصل الان في البيض الابيض. السياسة بتاعت الديمقراطية حول المنطقة. انكفاء الامارات على زاتها والسعودية على زاتها. نحن محتاجين انه نخرج بس انا دارة الاخصة. انه نخرج من عباءة المحاور لي. ما نفحتنا باشي. حسي نفحتكم باشي. الامارات قدمت لانا اشنا? السعودية قدمت لانا اشنا? نحن ما اقول لك امشي لها قطر ولا اقول لك امشي لها تركيا. لكن دايما شوف الحليفة الصح. ما هي تلينها من تجي تعمل حليف? قطر دي الوقف معاه في الازمة منه. ما تركيا. القاعدة التركية اللي جات اللي اتخذ فيها البرلمان التركي قرار. وعاجل جدا رسل خمسة الف جندي تركي الان قاعدين. بانه في اكبر قاعدة امريكية اللي هي قاعدة العديدة كانت قاعدة في قطر. لكن الولا امريكان كانوا ترامبي لانه كان متآمر مع السعودين. هم طوالي جابوا لاتراك نزلوا القاعدة التركية طوالي. اتحالفوا التحالفات الصح. انا بقول لك ايتنا ما انت جيت اتحالف. اتحالف التحالف صح. اتحالف مع زول بيحميك. ايتنا الليلة وما شايت اتحالفت مع الامارات. وما شايت اتحالفت مع دولة هي قرارة ما في يدها. الان خلاص والمشروع مشه. هسه من نهارها. الامارات ما عندها قروش. والسعودية ما عندها قروش. انت هتعمل شنو? الان هم جارين حكومتكن دلان جارية ل قطر. ما انت هسه الان هتجري قطر. وبكرة هتجري تركيا. ليه? من البداية. من البداية. من البداية انت اللي بخليك اللي بخليك تقف موقف ضد تركيا وقتر شنو? انت مصلحتك وين? زي صدى النهضة. قلنا مصلحتنا وين? نحن وين مصلحتنا في صدى النهضة? نحن مصلحتنا في صدى النهضة نجيف مع سيبيا ولا نجيف مع مصير? ولا نجيف مع مصالحنا نحن? ما في النهاية نحن لا قدرنا نجيف موقف يشرفنا في صدى النهضة. اتمعنا مصير. كويس? مشينا مع مصير. في النهاية نحن غريقنا. الفيضان الفات غريقنا. والليلة هس الان ما قادر ان نطلع بموقف موحي. لحد ما جاءت الحرب الاسيوبية الاريترية. طبعا في كلام انه والله اسياسة فورجي طلع وقال انه هيدعم اسيوبية الكلام ده نحن تغصينا عنه لقناه ما صح. حتى الان. حتى الان الكلام ده ما صح. انه انه فورجي يدعم يدعم اسيوبية او قال كل مغدرات الجيش الاريترية الكلام مواصح. لانه لو حسرت اريترية ما عندها مصلحة. ما عندها مصلحة. انها تقيف مع اسيوبية ضد السودان. بالعكس حركات التحرر الاريترية وتحرير اريترية وكذا. الدعم كله كان من السودان يعني. الفضل في قامة دولة اريترية يرجع للسودان. حتى العلاقات المتميزة. حتى اذا حصل فوضى في الشرق وكذا ده بيعمل اضطرابات داخل اريترية. لانه برضو سياسة فورجي عنده اشكاليات لانه في قبائل عندها امتدادات في اريترية وعندها امتدادات هنا في داخل السودان. زعزعت الواقع ده وكذا. لكن الان ما في كلام مزبط. حسب ما حسب ما فتشنا وسألنا قالوا ما فيه. ده ده جزء من الحرب. هي الحرب النفسية ضد الجيش السوداني. طبعا يشتغلوا حربي نفسية. يقول لك والله اريترية ويسيوبية كلوا واكفين مع بعض وسيدعموا الجيء وكذا. طبعا ده جزء من الحرب الجزء من الحرب النفسية. وجزء برضو من انه والله ممكن تكون مصر لعبت فيها دورة اشان تأجلي والصراع وكذا. انا داير اقول اشان اخطم الحتة دي نحنا محتاجين نشوف مصالحنا. نحنا محتاجين نبني دولة بتاعت مصالح. ما دارين عدامها عزول. لا دارين عدام مع امريكا ولا دارين عدام مع روسيا ولا دارين شعارات امريكا روسيا دانا عزامة. دي كلها شعارات اضررت بالخريس. ما الحقيقة الزول بيقولها. انا محتاج اشوف مصالحي وين? محتاج انه ابني المصالح حقتي. المصالح دي انا بابنيها ذاتها على سوابط. طبعا عندها السوابط الوطنية والسوابط القيمية والاخلاقية وكذا يعني. لكن انا ما محتاج اخش لها في الصراعات مع مصير ولا مع قطر ولا. الان الصالح. وهس يا بكرة السعودين بالصالح والخالجين بالصالح. بعشوها يبيرجع الخالجين بيقول لك المصيرين دي سواء الفتنة. لانه ما في مجلس التعاون الخليجي اصح. هي مصر تطمح انها تخش مجلس التعاون الخليجي. لانه مصر دارة قروش. مصر ما شحادة. مصر شيحدة والان الامارات فلست والسعودية فلست وما عندهم قروش. فدي القضية اصح الله سبحانه وتعالى انه نحن بنستفيد انه الان الضغط البر بتاع المحاور ده ممكن يجف. ممكن نوقف الان بارادة وطنية تجي حكومة وطنية تجي قوة سياسية مدركة للواقع ده. الان التمدد بتاع الامارات والتمدد بتاع السعودية في الشرق الاوسط وفي غيره وفي غيره. الان كل المعطيات بتقول انه الواقع الجديد بتاع البيت الابيض سيحجم من دور الامارات السعودية في المنطقة دي. وده بدينا نحن مساحة فينا نمشي نبني دولتنا زي ما عايزين. نتفكى من صراح المحاور ده يا خالد. نتفكى بس نطلع من صلاح المعامر ده. انه نمشي بتجاه تاني. حالة الاخيرة ده اختم بالضيف. طلع وزير الدين الليلة. بتكلم انه التطرف الاسلامي. عنده كلام بتاع التطرف الاسلامي. وبيقول انه والله يا اخي ربنا لا يريد الناس على دين واحد. طلع كده يعني. واستشهد بآية قال ونو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين? استشهد بالآية دي وزير الدين الليلة. ودار يقول انه والله نحنا الليلة في السورة دارين نجيب خطاب جديد. وانه والله يا اخي ربنا ده ما خلق الناس مختلفين. الكلام ده كله انا معاك فيه. لكن نحنا داري الناس على السؤال. هذا صال سؤال لوزير الديني. هو السودان ده العام في وشكالية? ما نيته لما قامت السورة دي او او الانقاذ لحد ما صقفت. يعني هل كان في اشكالية? هل الصراع الموجود في السودان ده صراع ديني? يعني هل هو صراع بين مسيحيين ومسلمين? وانه والله يقول المسلمين تغولوا على حق الناس. وقالوا والله المسيحين ده ما يدون حقهن. وانت جيت قلتها والله دار تبني لك تلتاشر كنيسة. ودار تحمل حرية الاديان. ودار تحمل الدين ده كله. هل السودان ما كان فيه الرياضة دي? اهلا بس بس اليه 아니. هل السودان كان يعني هل كان السودان لما سقطت السورة دي وقال دين يجيته? هل كان السودان ما فيه كنايس? يعني ما كان في المجلس السوداني. مجلس الكنايس السوداني ما كان موجود? الكنايس ما كانت مفتوحة? يعني المسيحي ما كان عندهم حقهم في الدولة? يعني ما كانوا توظفوا مسلا. كانوا ممنوعين من التوظيف مسلا? كان في زوا الشاي السيف الخرطوم دي واقف بيقول للناس ما في زوا اللي إلا يخش الدين الاسلامي? الخطاب ده طبعا يا اخوانا الخطاب ده ما صح. الخطاب ده هو دار يرسل بيه رسالة برا. هو دار يقول كده لانه الام يتكلموا حسب ما علمت انا انه والله قالوا وزير الدين ووزير العدل ده ما يشيلون. ده اكتر وزيرين قالوا اه صان التغير ده لو حصل ما يشيلون. ليه? لانه ده الاكتر ناس شغالين. هو وزير الدين ده ريدي الناس يحاءات. انه الدين ده فرضوا على الناس بالقوة. وانه والله الناس في السودان قاعدين يفرضوا. كان ما ما صح يا خالق. ما صح. وربنا صحي. ربنا ده ما اكره. ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحدة. والله للنبي في مكة بيقول له زكر انما انت مزكر لست عليهم المصيد. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين? ما فيك رات الدين طبعا. الكلام ده? الكلام ده التسويق ليه الان? التسويق ليه الان? هم طبعا دارين يقدموا نفسه للمجتمع على البره. دارين يوروا الناس انه السودان ده كان دولة ارهابية. وانه اصحاب الاديانة التانية كان حقه مضطهد. وانه ما في زول بيمارس حقه. والكلام ما ما صح طبعا. الكلام ما ما صح. انت دار تسويق نفسك. ودار تقدم راية ما في مشكلة. انت الان عملت خطة بتاع التلاتاشر كنيسة. عشان اوريك وزير الدين ده عمل خطة بتاع التلاتاشر كنيسة. باب بتاع ما اكله طبعا. هم التلاتاشر كنيسة دي هيشيلوها هيودوها مجلسة الكنايسة العالمي هيودوها للغربين انه والله انحنا دعينا ابن كنايس. ما دي بتجي وراء دعمات طبعا. ما هو ده الهدف كله? الهدف كله تسويق الخطاب ده? الخطاب بتاع الدين ويستعطاف الغرب وانه والله اكتر بلد. انا اقول لك اكتر بلد. اكتر بلد. الان في الشرق الاوسط ده تحترم فيه حقوق الاديال وحريات الاديال هو السودان ده. وامشي خش السلك الوظيفي بتاع السودان ده شوف شوف المسيحيين المتقلدين المواقع في الدولة السودانية. امشي براك كده شوف الدولة السودانية دي في زول رفضوه في يوم من الايام لو وظيفته لانه هو مسلا مسيحي. ما فيه. انت الان عملت خطة دار تجيب قروش من الغربين. دار تمشي الكنايس مجلس الكنايس العالمي ودار تمشي الفاتيكار ودار تمشي دي طبعا خطة بتاعت قحات دارين يأكلوا بها قروش. لانه التلتاشر كنيسة لو انتجي تشوف الخرطة حقتها. والدارين يبنوها وين فيه حكاة اصلا ما فيها مسيحين. اصلا ما فيها مسيحين لكن لانه مأكلة. باب بتاع مأكلة هم ماشيين يقدموا بها مشروع. ما خلاص الغربين دال بتجي تستعطفهم بالدين والله الاسلامين كانوا مستعطفين متهدين الناس بالدين والكلام ده طبعا يمشوا يجيوا بها قروش. الهدف الاساسي مش بناء الكنايس. الهدف الاساسي انه ده باب بتاع مأكلة. هم دارين يأكلوا بيه ودارين نحن الكلام الانتاسي قاعد تقول فيه ده ما في ليه ودارين. اول حي في السودان ده هاي عندنا عنصرية. ده غرابي دشر جميع بعرف ده جنوبي في 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 اشياء متجزرة كده بقى زي صقافة حقاة الناس. ده يقول له والله ده اصيل وده عب وده. لكن ما في مشكلة يركع الدين. ما في زوجة عيد تهضو في دينه. حتى دي. حتى دي هاي فيها اشكاليات. لكن الاشكاليات مش اشكاليات دينية. انه الله ده مسيحي ولا ده مسلم ولا لا القضية مع كده. قضية انك تدار تيجي تقول للناس والله ربنا ما خلى الناس والناس كله. ده ما حق اصيل يعني. هو ده حق اصيل يعني. هو ربنا ذاته ومن خلق هالناس قال ما شاعة في اليوم انو ما شاعة في اليكور يعني. هاي في في ناس مششددين لكن لو جينا ده انتكلم عن التشدد ده انت ابقى صادق يتكلم عنه. وينه التشدد? منه الناس بيكفروا الناس. اتما تبقى زول منطقي بي نفسي فاهمك اطلع قول والله انه في جماعات كامة رعاها السعودية زل جماعات السلفية دي. اتما تبقى زول منطقي. ديل اهي صح في ناس يوم يكفروا وفي ناس يوم مشهول التكفير وفي ناس مشهول الغلو والتشدد لكن ما اصل الدولة السودانية. اذا انت دار تكلمني انه والله محمود نحمد طاعة كتالوج قبل كده. لانه والله في حدود بتاعت حدود الرتع. دي 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 حدود موجودة في الاسلام يا خالد. اينا اتفخ نختلف معه. انا واحد من الناس التأم. ما مع اصل قتل المرتدة ما معه. الا زول زي القرائدة. لانه حرب. زي ما قالوا الصحابة للرسول على سلام. الرجل نجده هنا مسلم ويكفر ونجده في صف العدو. قال اذا وجدتموه فاختلوه. وفهم الحديث المرتد عن ديني المفارق للجماعة. انا في ذي زي القرائدة يجوز انه يقام فيه الحد. لانه ما ما فارق الدين وما شقعت في بيته. ولا فارق الدين وما شقع كولاه جمعية وقعد يدعو ضد الله. لا ما شقع استخدم صلاحيات الدولة وشغال تحريض على المسلمين وشغال اشانة تسمع على الاسلام دي يجوز قتله. ده في قانوة دينا يجوز قتله. ما انه انا زي ما قلت قضية المرتد وغيره وغيره دي اشياء. لكن الصراع الان قاعد يقول فيه وزير الدين ده. ده صراع بجر البلد. انت انت ممكن تسوق البلد بواقع ما موجود فيه. شوف لات تجارة تانية. دارين تجيب وقروج بالطريقة تانية. جيب وقروج بالطريقة تانية. نحن السودان ده عايشين مسلمين مسيحيين حرب الجنوب دي حرب فرضت علينا امشي اقرأ تاريخه امشي اقرأ تاريخ حرب الجنوب. امشي اقرأ التاريخ حرب فرضت علينا فرض. امشي اقرأ تاريخ الجنوب قبل خروج المستعمر واقع الجنوب والحرب الفردت علينا في الجنوب دي ده حرب فرضت علينا وبواقع فرض علينا زي ما الهام بيفرض علينا في جنوب كردوفان. انه العلمانية مقابلة دولة. يا اما دولة واحدة بتحت سيادة العلمانية وشعار العلمانية. اشان يجوا اقلية اقلية. اقلية دينية. اقلية دينية. اشان تجي تحكمنا نحلة يفقل العلمانية. ده ما عندنا علاقة بالدين. دي دي قضايا سياسية. الان اللي بحصل في جنوب كردوفان. الحلو بيتكلم عن قضية العلمانية. دي كلها قضايا سياسية. وراها جهات غربية. الهدف الاساسي منا هدف سياسي. ما هدى الدين. نحن ديننا ذلع بيكري في زول. ولا بيجيب زول. زي ما القرائي هسا بيجي بيقول لك مسلا. يعني انه والله ياخد القرآن المكي والقرآن المدني وما بعرف انا والله ما ما بعرف. يعني الله لما قال لا يكراها في الدين قد تبين الرجد من القي. دي في سورة دي في سورة دي في سورة مدنية في سورة البقرة. امشي اقراها في سورة البقرة. الاية ميتين ستة وخمسين. دي مدنية دي طبعا من الايات المكه المدنية المبدورة القرائي. لكن دي اية مدنية برضو. الله قال لا يكراها في الدين. قد تبين الرجد من الغيب. فالقضية ما قضيت. ان كنت تتاجر والتتاجر باسم الدين والصراعات ديدي اخوانا ذي صراعات سياسية. نحن داينا ابني بلد متعدد بثقافاته بغيره بغيره زي ما طلع وزير التربية والتعليم الليلة قال دار يدخل الثقافة الجنسية في التعليم. طبعا في ناس زعلوا من قضية الثقافة الجنسية. هاي الداخلة لكن ما الثقافة بتاعتها الشوعين. ما الصغافة بتاعتها الشوعين. نحن ذاتنا في الاسلام عندنا صغافة جنسية. بنلقى لك معنا صغافة جنسية. الاسلام ذاته ورانا ذاته الدين شنوه. ورانا الجماعة ورانا الاحاديث. دي كل اللي عندنا. لكنه ونهي نتلم عنها. ونهي نتلم عنها بمفهوم وزير التربية. نحن دارين هنا منهي نتلم ونقول والله يا اخي الصغافة الجنسية مععب. لكن ما بيفهم الشوعين ولا بيفهم وزير التربية حقا ايضا. بفهمنا ان احنا بتاع الدين. بفهمنا اللي بحسننا. بفهمنا ان نعلم ابنانا انه ما يتحرشوا عليهم. بل فهم انك تعلم الناس ذاته الحلال والحرام. بفهم انك تحافز على الناس. دي ما ما دي حاجة كويسة. لكن ما بفهم الشوعين. ان الشوعين بفهم انه والله الصغافة الجنسية بكرة امشي جيبها الاولاد علموا ان يمارسوا الجنسي كيف. لا لا ما كده. ما كده. ما كده. لما نطلع وزير التربية. لانه ده فهموا. هو فهموا كده. فهموا انه والله دار يقول له الغربيين انه فيه اضطهاد وحق المرأة وما بيعلمون الجنس وبعد شوية هيجي يقول لك لا والله دخلوا المادة الجنسية علموا الاطفال الجنس. ده 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 علاقة بس اغافتنا نحن شو? ما عنده علاقة. نحن ما دين متزمت طبعا. هم دارين يسوي قلنه الاسلام ده دين متزمت. الاسلام ده دين متسامح جدا بالمناسة. دين متسامح جدا في قيمه وفي اخلاقه وفي كله. لكن لكن لانه الان في ناس دارين يشوه صورته. دارين يشوه صورته. عشان ينفروا الناس منه. ودارين يشوه صورته عشان في المجتمع الخارج. حق الناس يفكرون الحاجات داخل. حق الناس يفكرون الحاجات دي. الاصلاح والقضايا دي كلها بيعمل المجتمع عبر مؤسسات منتخبة. عبر مؤسسات عندها تفويت شرعي. بيتمثل الشعب جاية من الشعب صوتها يرجع للشعب ما بتعمله انت. ما بتجي انت زول منبطل اصل والصلة بتكلمنا على الثغافة الجنسية. الثغافة الجنسية ما بيفهم الشويعين. انه والله يدعال ووروا الاولاد. لا لا ما كده. نحن في الدين عندنا لا. نجيبها نعملها بيفهمنا نحن. ويفكر لقيمنا نحن. ويفكر لغصولنا نحن. ويفكر لعاداتنا نحن. لكن انا زي ما قلت الآن شغل كلها حربة على الاسلام. هم الآن بيحاولوا يحاربوا الاسلام بيحاولوا يقدموا صورة للأسف للغرب يقتر حي. للناس البره. دارين يقولوش طبعا. ما زول دارين يشحب. عشان يشحب. عشان يتمكن. وعشان يجيب دعمه ما عنده شغلة يعني. ما عنده شغلة ديال. ديال ما عنده انشغلة. ما ما عنده انشغلة ديال يعني. ويعلموك لها في البيت يعني. ما هو ما نحن ذاتنا محتاجين انه نتعلم ذاته في البيوت. ودي اشياء احسن حاجة ذاته وكان البيوت يعني. ما في حياة ما كله حية يعني. ما كله حية عملاء الغربيين نحن نعملها. ما كله حية سواء الغربيين نحن نجي ندبهم. لانه ديالك عندهم ديالك ما عندهم دين. صغافته ما بحكومة دين. بحكومة ام كبشر يعني. فعلنا البشر ومنتوجنا البشري. نحن عندنا دين وعندنا صغافة اسلامية وعندنا قيم بتحكمنا. عشان كده كل منطلقاتنا بتنطلق بناء على قيمنا وبناء على هاجه السوابين. انا سبحانه وتعالى انه يحفظ البلد. واسأل الله سبحانه وتعالى انه يحفظ السودان. واسأل الله سبحانه وتعالى انه البلد تعبر بإذن الله سبحانه وتعالى. واسأل الله انه ربا يسقط هؤلاء الهوانات ان شاء الله. لانه النيل انت شان تنال من الامة دي. وتشويه صورتها. يعني دي حاجة مخجلة جدا. مخجلة جدا. انك تشويه صورة الناس وشويه صورة وانت شوي لك سورة بلد عشان ترضي لك شوية بتاعت غربيين. الغربيين دل ما بمكنوك في الحكم. ممكنك في الحكم الشعبي ده. علاقتك مع الله وعلاقتك مع الشعب. حتى كما بتؤمن بالله خلي الله. علاقتك بالشعب. علاقتك بالشعب. انت انت قدروا مع علاقتك بقت متجزرة مع الشعب ده. هو ده اللي بيحميك. هو ده اللي بيوثر ليك السند. انت بتحكم مودة. لكن الغربيين مرة ما بتحكمه لا بيوفروا ليك حاجة. قصر الله انه يسلح على البلد. اه وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يزيل هذه القمة لحد ما نتلاقي ان شاء الله في تاني. فتكم بعافية.